وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح أي أول من يطلب فتح باب الجنة بعد أن يقضي ما كان من أحوال يوم القيامة وأحوالها وينجو أهل الإيمان من النار بالورود عليها كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جتيا يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطلب فتح باب الجنة وذلك أن الجنة لها أبواب وقد جاء ذكر أبواب الجنة في القرآن في سورة الزمر وكذلك جاء في السنة في غير ما حديد وأبواب الجنة ثمانية هذه الأبواب يدخل منها أهل الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدعى من تلك الأبواب كلها والناس متفاوتون في دخول الجنة من هذه الأبواب فمنهم من يدخل من باب الصلاة ومنهم من يدخل من باب الصيام ومنهم من يدخل من باب الصدقة ومنهم من يدخل من باب الجهاد فهي أبواب وإذا أخلص العبد وحقق التوحيد على وجه الكمال دعية من تلك الأبواب كلها